شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله سبحانه وتعالى وعلى محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين كان حديثنا يدور حول الارتباط المباشر بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وقد مضى الكلام في مباحث ثلاثة المبحث الأول اللقاء بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه قبل عهد الغيبة الصغرى المبحث الثاني اللقاء بالإمام المهدي صلوات الله عليه في عهد الغيبة الصغرى المبحث الثالث دعوى السفارح من قبل الإمام المهدي في عهد الغيبة الكبرى أما المبحث الرابع الذي نتناوله بإذن الله تعالى في هذه الليلة فيدوره حول اللقاء في الإمام المهدي صلوات الله عليه في عهد الغيبة الكبرى وقبل أن نبدأ بالموضوع نقدم مقدمتين المقدم الأولى هناك أفراد نجدهم يحملون في داخلهم هذا الطموح طموح اللقاء اللقاء بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجح طموح وحركة في هذا الاتجاح وهناك أفراد اللقاء ولعلهم الأكثر الغالبية لا يحملون في قلوبهم هذا الطموح كطموح واقعي لماذا الذين يحملون طموح اللقاء يحملون هذا الطموح ولماذا الذين لا يحملون هذا الطموح لا يحملون هذا الطموح ما هو الفارق بين النوعين نطرح السؤال بشكل عام في الحياة هناك أفراد طموحون وهناك أفراد لا طموح لهم هناك بعض الأفراد من بداية حياته يفكر في الخدمة كالحر العامل في القضية المعروفة وهو الطفل عمره حوالي عشرة أعوام يفكر في تقديم خدمة ويبكي لأنه على وشك الموت ولم يقدم خدمة أفراد عندهم طموح الخدمة وأفراد معدهم طموح الخدمة أفراد يأملون أن يكونوا من أولياء الله سبحانه وتعالى وأفراد ما عدهم هذا الأمل أفراد عندهم طموح أن يكونوا في مصاف العلماء الكبار وأفراد ما عدهم هذا الطموح في الأمثلة المادية المتواضعة أفراد عدهم طموح أن يكونوا حكاما أو يكونوا نوابا أو يكونوا أثرياء وأفراد ما عدهم هذا الطموح ما هو الفارق بين النوعين الشيء الذي يبدو أن هناك فارقين الفارق الأول فارق في الرؤية هذا الذي ربما يعبر عنه بالنظام القناعات القناعة ونظام القناعات يحتاج إلى بحث مطول وهو مفتاح من مفاتيح النجاح في الحياة ما هي القناعة التي تحملها في داخله هناك أفراد يؤمنون بأهمية الوصول إلى الهدف أولا ويؤمنون بإمكانية الوصول إلى الهدف هذا الهدف هدف مهم وأنا يمكنني أن أصل إلى هذا الهدف مع هذه القناعة هذا الهدف مهم وأنا أتمكن أن أحققه مع هذه القناعة مع هذه القناعة هناك كلمة يقولونها أول الفكر آخر العمال المهم أول الفكر آخر العمل هذه نتيجة لأول الفكر ويقولون ويقولون أيضا العلة الغائية علة فاعلية الفاعل علة له بما هيتها ومعلولة له بإنيتها هذه الصورة الذهنية مهمة جدا بينما هنالك أفراد لا يؤمنون بأهمية هذا الهدف اللي ما يؤمن بأهمية هدف لا يتحرك نحوه إذا آمن بأهمية الهدف ولكن لم يجد في نفسه القدر على الوصول إلى هذا الهدف ما يتحرك نحو ذلك الهدف إذن الفارق الأول بين النوعين فارق في الرؤية الفارق الثاني بين النوعين فارق في النفسية الهدف الكبير يحتاج إلى نفسية معينة وما نيل الأمان بالتمني بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا والشاعر الآخر يقول لما مشينا الدرب كنا نعلم أن المتاعب أو كلمة للمعالي سلم تعب واحد واحد يحتاج إلى إرادة قوية إرادة ما تتعب الوالد رحمه الله ينقل أكو بعض القضايا كلش صغيرة ولكنها تكشف عن بحر يقول ركبنا السيارة مع والدي يعني والده والحاج آه حسين القمي والسيد الميلاني ذهبنا من كربلا إلى سامر في أثناء الطريق السيارة عطبت عطب الحاج آه حسين القمي من كبار مراجع التقليد سأل السايق إصلاح هذا العطب كم يستغرق من الوقت فقال السايق عشر دقائق فقال الحاج آه حسين القمي فلننزل ونتباحث عشر دقائق حتى عشر دقائق لا تضيع منه فنزل الحاج آه حسين القمي والجاد والسيد الميلاني ولعله مجموعة آخرون وأخذوا يبحثون في مسألة لعلها فقهية عشر دقائق يعني هذا الرجل محاضر أن يفوت عشر دقائق من عمره صاحب الجواهر هذا يكشف عن روحية معينة عن نفسية معينة صاحب الجواهر رحمة الله عليه كان عند عهد أن يكتب في كل ليلة مقدار من الجواهر أحد العلماء يقول الجواهر معجزة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي لأن أي فقيه ما تمكن أن يكتب إلى عهد صاحب الجواهر كالجواهر هاي مو معجزة ما عدنا إحنا دورة فقهية كالجواهر إطلق جامع لخصوصيات الجواهر إرادة قوية في تلك الليلة التي توفي فيها ولده الذي كان يعيله يجلس عند جنازة ولده طبعا إحنا من نفهم خالة واحد فاقد لولده بعض المشاعر واحد لا يفهمها إلا أن يمر بها يبكي ودموعه تنهال على لحيته ويكتب على جنازة ولده هذا أي نوع من الإرادة يحتاج أي نوع من التصميم يحتاج أي نوع من الثبات يحتاج السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة وهو كتاب عجيب حقيقة في حصار النجف عندما الوهابيون حاصروا النجف قبل 200 عام تقريبا بالليل في الخنادق مع المجاهدين في نفس الوقت يكتبوا كتابا فقهيا شوفوا هايش لون روحية وهكذا الأفراد الذين قدموا كانت لهم نفسية معينة روحية معينة إرادة معينة فهناك فارق في النفسية بين النوعين هذا بنحو كلي نأتي إلى ما نحن فيه واحد ما يؤمن بإمكان اللقاء بالإمام المهدي صلوات الله عليه في عهد الغيبة الكبرى هل يتحرك في هذا الإطار كلا واحد يؤمن بإمكان اللقاء ولكن لا يؤمن بأنه يتمكن أن يحقق هذا الهدف ويصل إلى هذا الهدف هل يتمكن كلا واحد يؤمن بالإمكانية العام ويؤمن بالإمكانية الخاصة ولكن هذه الأشياء تحتاج إلى مقدمات كل شيء يحتاج إلى ثمن حاضر يدفع الثمن حاضر يوفر المقدمات حاضر أن يعيش في حالة تامة من المراقبة والمواضبة حاضر أنه يرتفع فوق مستوى شهواته ثمن يحتاج أنقل هذه القضية رجل ينقل عنه أنه كان من الأخيار هذا الرجل فكر في اللقاء بالإمام المهدي صلوات الله عليه طبعا قلنا أن اللقاء غير السفارة السفارة شيء آخر السفارة باطلة في عهد الغيبة الكبرى لا سفارة عن الإمام المهدي في عهد الغيبة الكبرى وكل من يدعي السفارة في عهد الغيبة الكبرى فهو كذاب محتال مفتر مو كلامنا في السفارة كلامنا في اللقاء هذا الرجل الخير الذي كان من الأخيار خلاله برنامج لللقاء يحتاج إلى مقدمات يحتاج إلى تطهير يحتاج إلى توجه يحتاج إلى مواضبة يحتاج إلى قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى الإدلاج واحد شاف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقد أنهك نفسه فقال له يا أمير المؤمنين كيف تنهك نفسك وكيف تكابد هذه الشدة فالإمام صلوات الله عليه كما في الرواية ذكر أبياتا أول هذه الأبيات أصبر على مضض الإدلاج في السحري يعني ذاك الوقت اللي إحنا نايمين إدلاج إدلاج يعني واحد يطلع في الظلام بالظلام واحد يطلع أصبر على مضض الإدلاج في السحري وفي الرواح إلى الطاعات في البكور يعني بكور أول الوقت إلى آخر أشعاره يقول الراوي فحفظت هذه الأبيات ورأيت منها بركة كثيرة إدلاج يحتاج إلى إدلاج يحتاج إلى بكور يحتاج إلى وإذ غدوت من أهلك الغدو فخلال برنامج في هذا الطريق يقول في يوم من الأيام عدت إلى وطني وأنا مستمر على ذلك البرنامج وكنت مريض عادة واحد في حالات المرض تحدث عنده حالة قطاع نوعا ما وتوجه أكثر إلى الله سبحانه وتعالى وكان المفروض أنه أقوم ساعة اثنعاش ليلا وأشرب الدواء فقم الساعة اثنعاش حتى أشرب الدواء وتحركت أو أرد أن أتحرك حتى أشعل المصباح وإذا بي أرى البيت يغرق في النور فالنور خارق للعادة يغمر البيت أو يغمر الغرفة وهناك شخص لا أتمكن أن أراه ما أتمكن القابلية لها حد واحد قابلية في المنام فقط يشوف واحد قابلية فقط يسمع الصوت القابلية تختلف ما أتمكن أشوف قال لي فاتكلم اللي يجب أن نبكي عليها قال لازلت أسير نفسك يعني بعدك ما وصلت إلى ذلك المقام واحد يدور حول نفسه يخدع نفسه يقشمر نفسه يتحرك من الصباح إلى الليل لكن شنو النتيجة النتيجة أنه هذا يدور حول نفسه هذه العبارة موحدة أذكر هذه العبارة لأن مذكورة في الروايات كحمار الطاحون حمار الطاحون يدور في مكان حول الطاحون واحد يجد أنه وكحمار وكحمار الطاحون خمسين عمدا يدور حول نفسه هذا الشكل هذا الذي يدور حول نفسه هذا ما يبرح مكانه هذا ما يتمكن يسعد لا زلت أسير نفسك القوة الغضبية القوة الشهوية وأخطر منهما القوة الوهمية اللي واحد يسير وراء هذه القوة الوهمية يقول أنا كلمة صعوق ما أتمكن أتكلم بكلمة ثم غاب عني ذلك النور وأخذته أبكي طبعا مو فقط ذاك يجب أن نبكي نحن أيضا يجب أن نبكي لا زلت أسير نفسك هذا يحتاج برنامج واحد يخرج عن حالة هذا الدوران حول ذاته الطير طبيعته التحليق تشوفون في الطير ماذا يحلق ليش ماذا يحلق تباوعون لأنه مشدود بحبل هذا الحبل يشده إلى الآر ما يخلي يطير نحن مجدودين من أتمكن نطير فالفارق الثاني فارق في النفسية واحد حاضر يدفع الثمان واحد مو حاضر يدفع الثمان الخباز لا يعطيكم خبزا إلا بثمان تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبرل نحلي وفي الآية الكريمة لعلها تشير إلى هذا الموضوع لن تنالوا البر حتى تنفق مما تحبون نوم السحر هذا محبوب لعله هذا من مصادق الآية الكريمة لازم تنفق تعطي إذا ما أنفقت مما تحب ما تتمك هذه هي الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية ما هي أهمية اللقاء اللقاء بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرج في عهد الغيبة الكبرى ماذا يمثل الجواب على ذلك نذكر أربع نقاط على نحو الاختصار النقطة الأولى اللقاء بعظيم مطلوب في حد ذاته كثير من الأفراد يتحملون متاعب السفر حتى يلتقوا بعظيم اللقاء بعظيم إلى قيمة ذاتية مطلوب في حد ذاته فكيف إذا كان العظيم هذا من بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء حجة الله الأعظم هذا ما إلى قيمة ذاتية هذا ما إلى موضوع في حد ذاته النقطة النقطة الثانية اللقاء بالإمام المهدي صلى الله عليه يدل عادة في كثير من الأحيان على تكلل عملية رياضة نفسية طويلة بالنجاح هذه الرياضة الروحية النفسية الطويلة تكللت بالنجاح أكو بعض الأهداف ما إله شاخص مجهول واحد يعيش في المجهول ما يعلم أنه وصل إلى ذلك الهدف أو ما وصل إلى ذلك الهدف ولكن هذا الهدف له شاخص معين نجحت أو لم تنجح هذا الذي رايح في الطريق في هذا الطريق شهر وشهري وثلاثة أشهر هذه المراقبة هذه المحاسبة هذه المشارطة وصلت إلى هدفها أو لم تصل إلى هدفها ما هو الدليل على النجاح الدليل القاطع أو إحدى الأدلة القاطعة على نجاح هذه العمليات الطويلة الدقيقة التشرف باللقاء هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة اللقاء بالإمام المهدي صلوات الله عليه يمكن أن يكون المنطلق لصعود الفرد صعود في ميادين العلم في ميادين العمل الصعود إلى تلك الظرى الرفيعة والقمم الشامخة قال بحر العلوم للمحقق القم رحمه الله كيف لا أكون كذلك وقد ضمني إلى صدره إذا واحد الإمام الحج صلوات الله عليه يضمه إلى صدره طبعا يكون بحر العلوم إذا الإمام الحج صلوات الله عليك ما ينقل يقول في مكتوب للسيد أبو الحسن الإصفهاني رحمه الله نحن ننصرك طبعا هذا إلى أثر كبير في أنه السيد أبو الحسن يكون حاملا ورافعا لراية أهل البيت في العالم صلوات الله عليه السيد أبو الحسن له دور كبير راجع كتاب المرجعية العاملة فيه قضايا عجيبة فيمكن أن يكون هذا اللقاء بداية لذلك الصعود الكبير في ميدان العلم في ميدان العمل في ميدان الخدمة في ميدان التقوى هذه النقطة الثالثة النقطة الرابعة هناك عقد في الحياة قد تكون هذه العقد عقدا عامة وقد تكون عقدا خاصة العقد العام كقضية التنباك عقد عام وهناك حيرة ماذا نفعل في كثير من الأحيان تكون هناك حالة محيرة حالة محيرة للأم في قضية في قضية التنباك هناك حالة حيرة وهناك عقد خاص الفرد الفرد قد يعاني عقد في حياته واللقاء بالإمام الحج صلوات الله عليه هو الطريق لحل هذه العقدة ربما العقدة تستمر خمسين عاما ربما هذه العقدة تبقى إلى نهاية الحياة العقدة العامة ربما هذه العقدة إذا كانت عقدة عامة تدمر الأمة ولكن اللقاء يكون مفتاح لحل هذه العقدة بعد بيان هاتين الملاحظتين ندخل في صلب الموضوع الأفراد الذين التقوا بالإمام الحج صلوات الله عليه في عهد الغيبة الكبرى كثيرون وهناك قضايا كثيرة في هذا المجال وهناك كتب كتبت في هذا المجال إذا تحبون تراجعون بعض الكتب في هذا المجال واحد منها بحار الأنوار مجلد اثنين وخمسين من صفحة واحد إلى صفحة سبعة وسبعين كتاب النجم الثاقب للمحدث النوري يحتوي على مئة قضية حول اللقاء بالإمام كتاب تبصرة الولي للسيد هاشم البحراني كتاب دار السلام للشيخ محمود العراقي كتاب كتاب بدائع اللي يورث اللي يورث القطعة واليقين أكو هناك مشكلة في هذا المجال وهذه المشكلة هي أنه كيف نوفق بين هذه القضايا وبين هذه الروايح التي يرويها الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في كتاب كمال الدين وتمام النعمة من هذه الطبعة صفحة أربعمية وسبعة وستين رقم أربعة واربعين وعنوانه لأن الطبعات يمكن أن تختلف عنوان الباب الدعاء في غيبة المهدي طبعا باللفظ الآخر عليه السلام الرقم أربعة واربعين هذه الرواية قرأناها فيما مضى ولكن نعيد قراءتها لارتباطها بالإجابة الشيخ الصدوق يقول حدثنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المكتب قال كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الرابع وفاته قبل سمريبك قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم التوقيع انتهى قال فنسخنا هذا التوقيع يعني من قبل الإمام الحجة صلوات الله عليه وخرجنا من عنده يعني من السفير الرابع فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه يعني السفير الرابع كان في لحظات الاحتضار فقيل له فدواحد قال موصيك من بعدك فقال لله أمر هو بالغه ومضى رضي الله عنه فهذا آخر كلام من سمع من الشاهد في هذه الكلمة وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر كيف نوفق بين هذه القضايا وبين هذا الحديث الجواب على ذلك نذكر في هذه الليلة ثلاثة إجابات وندع بقية الإجابات لحديث قادم إن شاء الله الإجابة الأولى هناك فرق بين ذات الرؤية والدعاء الرؤية إحنا كلامنا في ماذا؟ في ذات الرؤية مو في ادعاء الرؤية إحنا حديثنا حول رؤية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في عهد الغيبة الكبرى مو كلامنا في ادعاء الرؤية على قول المناطق بين عنوان إدعاء الرؤية وذات الرؤية عموم من واجه يعني قد تكون رؤية ولا إدعاء قد يكون إدعاء ولا رؤية قد يكون رؤية وإدعاء قد يكون لا إدعاء ولا رؤية أربع حالات هذه الرواية تنفي إدعاء الرؤية ولا تنفي ذات الرؤية إذن يمكن واحد يتحرك في هذا الاتجاح ويرى الإمام المهدي صلوات الله عليه ويضم يخفي هذا السر كما هي عادة أولياء الله إلا في الحالات الاستثنائية انتصارات أولياء الله الانتصارات الروحية أولياء الله عادة عدهم حالة كتماء ولذلك كثير من الأشياء لم تصل إلينا إذا واحد يصلي صلاة الليل خميج يصلي صلاة الليل بالشارع عادة يصلي في غرفته المغلقة صلاة الليل واحد ما يكشفها عادة للآخرين إلا إذا انكشفت بشكل طبيعي ولذلك أغلب الانتصارات الروحية يحتفظوا بها المنتصرون لأنفسهم ولا يبدونها نعم يمكن أحيانا واحد يبدي للتشويق لتشجيع الآخرين الأب يقول للأولاد أنا في أيام شبابي ساعتيا كنت أنام فقط والبقية كلها كنت أطالع مو من باب الرياء مو من باب الإظهار حتى يشوق هؤلاء يشجع هؤلاء هذه حالات موجودة ولكن عادة أولياء الله ينطبق عليهم ذلك الحديث وكان غامضا في الناس كلمة غامض مو معلوم أولياء الله مو معلوم ربما يكون هذا الحمال الذي يمر أمامكم وليا من أولياء الله ولا نعلم ولا يعلم به أحد حتى زوجته ذلك الخادم في تلك القضية الطويلة ما كان ولي من أولياء الله خادم يشتغل يجيب الإبريق للطلب ويخدمهم في حوائجه فيمكن واحد يرى الإيمان صلوات الله عليه ولا يدعي المشاهدة ولا يظهر المشاهدة هذه الرواية تنفي إدعاء المشاهدة ولا تنفي ذات المشاهدة هذا الجواب الأول الجواب الثاني أنه في كثير من هذه القضايا لا يوجد إدعاء مشاهدة الإمام المهدي صلوات الله عليه وإنما يدعى مشاهدة ظاهرة خارقة للعادة أو فرد خارق للعادة ما يقول أنا شاهدت الإمام يقول رأيته ظاهرة غير طبيعية ظاهرة خارقة فهل تنطبق عليه هذه الرواية الجواب كلا أنقل لكم قضيتين القضية الأولى قضية نقلها الوالد رحمه الله يقول أحد العلماء وكان ينقل عنه أشياء يقول الناس كلهم كانوا ينامون وهذا كان مجغولا بالتأليف طول الليل ذلك العالم الذي رآه الوالد الوالد يقول سألته هل رأيت الإمام الحج صلوات الله عليه هذا من العلماء الذين جهل قدرهم مجهول القدر يعني لم يؤد حقه كما ينبقي يقول فأطرق وفكر وقال شخص أعرف أنه الإمام الحج لا ولكن شخص خارق للعادة نعم رأيت يقول أنا في أيام شبابي ابتليت بمرض عضال وهذا المرض كان مرضا قاتلا يقتل ورحت للأطباء في كربلا والنجف وسامراء وجئت إلى إيران وراجعت أطباء إيران أي فائدة ما كانت في العلاج المرض المرض أنهك قوى أضعفني حتى تعبت من نفسي أحيانا واحد بعد كما تقول الآية الكريمة وضاقت عليهم الأرض بما رحب تعبت وتعب مني كل من حولي هذا مني الآن أنا أقول أحيانا واحد حتى زوجته تتعب منه هذه حالة هواي مؤلمة بعد واحد يشوف أنه صاير عبع على الآخرين كل على الآخرين ما يتمكن ماذا يفعل هذه حالة قاتلة بعدين واحد عنده طموح يتمرض ما يقدر لا يعبد لا يطالع لا يخدم يعني هواي حالة مؤذية يقول في يوم من الأيام هو يشتد بالتعب والإرهاق والألم النفسي وتعبته من الحياة لكن المهم هذا التوجه فتوسلته بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هذا التوجه كلش مهم احنا أحيانا عندنا مشكلة عشرين عام تبقى بعد إحنا منتعاية شوية هاي المشكلة أحيانا واحد يتوجه وينقطع توجهت وانقطعت كنت قاعد في ذاك المكان أظن الوالد قال كانت مدرسة علمية لكن أي واحد من الطلبة ما كان موجود وحدها الشكل قاعد كئيب والباب كانت مفتوحة وإذا بيأرى شخصا يدخل من الباب أجه ووصل إلي وقال لي عبد المحسن اسم هذا العالم عبد المحسن الشيخ آغا بوزرق الطهراني هذا العالم الكبير مؤلف كتاب الذريعة الذريعة جهد عظيم وراء كل كلمة جهد عبد المحسن قلت نعم قال لي شبيك قالت مثل ما تشوف أنا مريض مبتلى قال لي مومه مومه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون خزائن الله بين الكاف والنوم كلمة واحدة أصلا الله كن ما يحتاج فهي بمشيتك دون قولك مؤتمر أولياء اللهم قلوبهم أوعية مشية الله فتكون فتنظر واحد يتغير تغيرا علميا عمليا أخلاقيا يتحول إلى موجود آخر قال لي مومه ثم أعطاني حفنة من النبات نبات أخوة تدرون يعني شنو مثل السكر قطع باللورية يقال له نبات نوع من السكر يعني يشبهه أعطاني حفنة وقال أكل واحد من هذه أنا مو متوجه بعدين فبعدين امطلع الذكر الوالد نقل أنه أجي من هذا الجانب يعني الباب إذا هنا أنا أجي هالشكل إفتار إلى هنا وبعد ما أعطاني خرج من هذا الجانب وروح وطلع من الباب هالشكل حركة مربعة هكذا دخل وهكذا خرج على ما ببالي فأخذت هو امطلع أخذت قطعة من النبات خليتها في حلقي بمجرد ما وضعتها في فمي وإذا بحالتي تتبدل وأشعر بالقوة والنشاط وبعد ما ملتفت إلى شيء قمت من مكاني كانت أمامي مرآة أو بجانبي نظرت في المرآة وإذا بكل عوارض المراض والضاعف والإصفرار كلها ذهبت وعدت كما كنت قديما قبل المراض إهناك التفتت أنه حدث هذا التحول فركضت لم أجد أثارها سألت الأفراد اللي موجودين الدكاكين شفت واحد بهذه المواصفات جاء وخرج قالوا لا ما شف وبقيت قطعات النبات عندي عندنا الشيخ أغابو زرق الطهراني يقول أي واحد من عائلتنا كان يتمرض كنا نعطيه قطعة من هذه النبات وكان يأكلها ويشفى بإذن الله تعالى إلى أن انتهت قطعة نبات قطعة نبات ما يحتاج أحد الشباب المتدينين في الكويت نقل لي هذه القضية قال في يوم الأيام خرجنا مع مجموعة من الشباب المتدينين إلى الصحراء متعارف هذا في الكويت وفي بعض الأماكن الأخرى فأنا انفرت عن بقية الشباب رحت وحدي في الصحراء بس للتجول أو لهدف آخر رحت 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 وابتعدت وظللت الطريق صحاري ما يتبين إلا للعارفين الخبراء ضعت في الصحراء فأخذت أمشي على غير هدى هالشكر يمين يسار وإذا فجأة سيارتي تنغرز في الرمل فيقول أنا أخذت أدوس البنزين كلما أدوس البنزين أكثر السيارة تنغرز في الرمل أكثر شفت المحاولة ما تجدي ولعله العقدة تستعصي أكثر فرفعت يدي عن البنزين وأنا متحير ماذا أفعل والوقت كان قريب الغروب وهناك في تلك الصحاري ذئاب أكو وبعض الأخوة الذين ذهبوا وبقوا بعض الليالي في تلك الصحاري قالوا كنا نسمع صوات مرعبة إلى الصباح مع أنه كنا مجموعة ومجهزين وخيمة عدنا تلك المنطقة ما ذئب الآن قريب المغرب واحد في صحراء وحده ومنطقة فيها ذئاب والشاعر يقول والذئب وأخشاه إن مررت به وحدي كنا نقرأ في السيوطي أول عندما يشوف الفرد وحده يهجم عليه ويمزقه تمزيقا فيقول فأخذتني حالة من الرعب الشديد المذهل الموت هو مخيف خاصة بهذه الطريقة أنه واحد بالصحراء الذئاب تيجي تقطع كل شيء مخيف فضللت متحير وفجأة إجى في ذهني إن لنا وليا هذه قضية مهمة أنه واحد يعرف أن هناك ملجأك وأن هناك ملاء فصحت أو ناديت من أعماق قلبي يا أبا صالح أدركني من أعماق قلبي يقول بمجرد ذلك وإذا بالسيارة تنهض من الرمال وتمشي وطلعت من تلك المنطقة يقول فجأة شفت أنا رجلي مو على البنزين وأن السيارة دات تمشي بقوة غيبية وبعد لحظات رأيت أصدقائنا وصلت إليه هذا الانقطاع وهذا التوسل أنقذه من موت لعله كان محقق هذه النقطة الثانية وأذكر النقطة الثالثة وأختم الموضوع النقطة الأولى الرؤية غير ادعاء الرؤية النقطة الثانية ادعاء رؤية الإمام يختلف عن ادعاء رؤية ظاهرة خارقة أو شخص خارق للعادة هاتان مقولتان وكثير من القضايا ما فيها ادعاء الرؤية فيها ادعاء أمر خارق للعادة النقطة الثالثة أقولها حتى تفكرون بيها أذكرها بعنوان الاحتمال هناك فرق بين ادعاء الرؤية وحكاية الرؤية ادعاء الرؤية هنا ادعاء المشاهدة في الحديث وحكاية المشاهدة مقولتان مختلفتان شنو الفرق فيما بينهما الفرق فيما بينهما أن كلمة الادعاء إنما تستعمل في مورد تطرق الاحتمال يحتمل نعم ويحتمل لا هذا يقال ادعاء أما في مورد العلم القطع اليقين كلمة الادعاء لا تستعمل مثلا الآن الآن إذا أبو ذر اجي أبو ذر الذي ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر أبو ذر اجي وقال وقال لكم أن المسافر قدم كان مسافر قدم أو أن الفجر طلع قريب الفجر أبو ذر إجاكم قال الفجر طلع أنا شفته ماذا تعبرون تقولون نقل لنا أبو ذر طلوع الفجر حكى لنا طلوع الفجر مو أنه ادعى طلوع الفجر صحيح نقول أبو ذر يدعي أن الفجر قد طلع لا يعني شك ماكو بالقضية أبو ذر رجل صادق أو فرض الإمام المعصوم صلوات الله عليه إجي وقال لنا الفجر طلع صحيح نستخدم هذا التعبير نقول ادعى الإمام لا غلط هذا التعبير يجب أن نقول حكى الإمام نقل الإمام لنا طلوع الفجر جيد لهنا نأتي إلى النقطة الأخرى هل هناك فرق بين العلم التعبدي والعلم الوجداني الجواب كلا العلم التعبدي كالعلم الوجداني لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روا عن ناثقاتنا صدق العادل إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا مفهومها على بعض المواني إن جاءكم عادل بنبئ فلا تتبينوا صدق العادل فإذا زرارة إجي زرارة عادل إجي قال لنا قال الإمام الصادق صلوات الله عليه من شك بين الثلاث والأربع فحكمه كذا شنو نقول نقول يدعي زرارة أن الإمام الصادق قال كذا لو يقول يحكي نتمكن نستخدم كلمات يدعي لو ما نتمكن ما نتمكن ما يدعي الإمام يقول لا عذرا لأحد في التشكيك يدعي يعني شك أكو بالقضية إحنا عندنا علم تعبدي بصدق زرارة علم تعبدي معلم وجداني وإن كان هناك احتمال لتطرق الخطأ أو ما أشبه ذلك لكن ما نقول ندعي يدعي نقول يقول روى زرارة فإذا رجل مؤمن متدين متقي نعرفه مو واحد مجهول مدعوى السفارة واحد الشيخ الأنصاري إجي قال أنا رأيت الإمام المهدي هل نقول يدعي الشيخ أو يحكي الشيخ يهو منهم يحكي الشيخ فأصلا هذه القضايا خارج موضوعا طبق الإجابة الثالثة من هذه الرواية الرواية من الدعاء هذا مو الدعاء هذا حكاية نعم إذا واحد مجهول مجهول الهوية والماهية أو رجل فاسق مو معلوم نقول يدعي وإذا تطرق احتمال الحدث في القضية فأصالة الحس العقلائية التي بنوا عليها تقتضي بكون الحكاية حكاية حسية أو قريبة إلى الحس لا حكاية حدسية بعيدة عن الحس نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الفيض العظيم وأن يهب لنا لطفه ورحمته ودعاءه وخيره وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنا رت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالو مضاتي ترجمة نانسي